موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة التعلم واللغة الإنجليزية للصف الخامس الفداي درسنا اليوم يونت 6 لسن 6 اليونت 6 الدرس 6 نوعا الدرس يوم ممتع في الخارج موجودة بصفحة 48 من كتاب الطالب صفحة 18 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب الاسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الاتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية التي تقدرون تلقومها خلال هذا المعرف صفحة 48 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة يوم ممتع في الخارج بعدها مكتوب فكر وناقش مما أنه قل لي فكر وناقش إذن ذنني لسلة الثلاثة الأستاذ يسألها بداخل الصف كمقدمة للدرس والتلاميذ لهم حرية الاختيار أن يجابون بالطريقة اللي يريدوها يعبرون عن رأيهم مثلا الأستاذ يسأل بعض التلاميذ يقولهم ما هو مكانك المفضل لزيارته أنت يا مكان تهب فكل تلميذ يعبر عن المكان اللي يحبه أن يروح له بالعطلة أو في نزهة إلى آخره إذن السؤال الأول ما هو المكان المفضل لك لزيارته فالتلميذ يحاول إجابة هذا السؤال مثلا يقول مكاني المفضل هي حديقة الزوراء مثلا أو قد بعض التلاميذ يجابون مكاني المفضل هي الآثار في مدينة بابل كل تلميذ إلى حرية أنه يختار المكان اللي يريده أن يروح له ويجاب على هذا السؤال نمبر 2 ثانيا مع من ذهبت آخر مرة آخر مرة آخر سفرة ذهبت بيها ويا من كانت فكذلك التلميذ مخير أن يقول الشخص اللي ذهبوا إياه للمزهة الأخيرة مثلا بعض التلاميذ يقول أنا ذهبت مع عائلتي بعض التلاميذ يقول ذهبت مع أصدقائي ذهبت مع أخي إلى آخره كذلك التلميذ مخير النجاب هو النشاط اسمه think and discuss فكر بالسؤال اللي سألك يا المعلم وناقش بالإجابة قد الاستاذ يسأل سؤال آخر غير ذلك مثلا يقول ما هو المكان المفضل لزيارته التلميذ يقول بابلون قد الاستاذ يسأل يقول لماذا التلميذ يجابه يقول لأنه ممتع لأنني أحبه هو عبارة عن نقاش السؤال الثالث ماذا فعلت؟ انت آخر مرة رحت بيها للآثار للمكان اللي ذهبت له شن اللي سويته مثلا بعض التلاميذ يقول لعبنا كرة القدم ذهبنا للمتحة التقطنا بعض الصور الى آخره التلميذ مخير أن يجاوب الجواب اللي يشوفه مناسب للسؤال هذا ما يخص هذا النشاط هو مجرد نشاط للتفكير والمناقشة لنرسلة عرفناهن شنو معناهن وعرفنا شون الجاوب عنهن كمقدمة للدرس بعد هذا النشاط مكتوب استمع وقرأ أي هذه الأماكن ترغب في زيارتها؟ منطيني ثلاث أماكن اللي هي فان سيتي فان سيتي اللي أخذناها بالدرس السابق مدينة المرح وكذلك الووترولد عالم الماء أو المدينة المائية والماجيك كاسلز القلاعة السحرية فهنا التلميذ مخير أن يختار الترتيب اللي يريده يقول read again اقرأ مرة ثانية and number them وحاول أن ترتبها ترتبها حسب الرغبة أو المكان اللي تحبه أكثر شيء أول شيء تخليه والمكان اللي تحبه أقل تخليه رقم 2 والمكان اللي تحبه أقل شيء تخليه رقم 3 مثلا هنا يقول لك my first choice خياري الأول من ذنب الى 3 اختيارات مثلا واحد يقول أنا أحب أروح للفان سيتي مدينة المراحة أو مدينة الإلعاب فيخليها رقم 1 قد تلميذ آخر يقول لا أنا أحب أروح للكاسلز magic castles القلاعة السحرية فيخليها رقم 1 ويرتبها حسب رأيه وحبه لهذه الأماكن فهنا نجي ونقول لك listen and read استمع وقرأ راح نستمع المقطع الصوتي نتبع وياه وبعدها نحاول نقرأ هذه النصوص مثل ما قراها بالمقطع الصوتي ونوضح مفرداتها إذن نستمع المقطع الصوتي وبعدها نحاول نقرأ ترجمة نقرأ ترجمة نقرأ ترجمة نقرأ ترجمة نقرأ ترجمة نقرأ نقرأ وضع نقرأ ونحن نقرأ ترجمة نقرأ ترجمة نقرأ ونحن نصوص ونقرأ ونقرأ نحن نموح المدينة الأولى اللي يمكن زيارتها هي الفن سيتي مدينة المرح أو مدينة الإلعاب فبالإعلان شكاتبين؟ كاتبين رايدزان فن for all the family مركبات ومرح لجميع العائلة رولاكوسترز هناك سفن دوارة مثل ما وضحناها بدروس سابقة الرولاكوستر معناها سفينة دوارة وكذلك هناك مركبات للأطفال حديثي الولادة بالإضافة إلى ذلك كاتبين الأشياء اللي يبيعوها بداخل مدينة المرح والكثير من الأشياء وكذلك يوجد الكثير من الهدايا التذكارية التي يمكن شراءها من خلال مدينة الإلعاب هذين المعلومات اللي بكل إعلان من ذن المدن الثلاثة أو الأماكن الثلاثة اللي يمكن زيارتها هذين المعلومات اللي بداخلها مهمات أحاول أركز عليها لأنها راح تفيد بنشاطات قادمة لأنها مو مهمات بالامتحان التحريري لكن مهمات أن تخليني أروح للدرس محضر لأن الأستاذ راح يسألها كأسئلة شفوية بداخل الصف مثل ما راح نجي نوضح إن شاء الله بالإنشطة القادمة بعدها يقول لك Open Open معناها هذه المدينة تفتح Every day كل يوم Except Monday ما عدا يوم الأثنين إذن ستة أيام تفتح بالأسبوع اليوم اللي معطلين به هو يوم الموندي اللي هو يوم الأثنين بعد اش قد تكلفة هذه المدينة الدخول إلها 2000 IQD 2000 دينار عراقي للأدولتس للبالغين والأطفال اللي عمرهم ما فوق خمس سنين 1500 IQD ألف ونص دينار عراقي أما الأطفال اللي أعمارهم تحت الخمس سنوات free مجانا هذا ما يخص المعلومات المتعلقة بالمكان الأول اللي هو الفان سيتي نجعل المكان الثاني اللي هو عالم الماء أو المدينة المائية دعنا نشوف شن المعلومات أو العروض اللي قدموها بهذه المدينة love water love the water world هل تحب الماء؟ تحب العالم المائي أو المدينة المائية the amazing water castle قلعة مائية مذهلة إذن موجودة قلعة مائية مذهلة في المدينة المائية free pools ثلاث أحواض للسباحة water slides زلاقات زلاقات مائية swim with fish يمكنك السباحة مع السمك و baby pool وكذلك موجود حوض للأطفال cafe المقهى شنوبي healthy food and drink طعام وشراب صحي large car park وكذلك مكان لركن السيارات open شو كتفتحون from thursday to monday من يوم الخميس إلى يوم الاثنين إذن thursday و friday و saturday و sunday و monday خمسة أيام في الأسبوع swimming lessons هناك دروس لتعليم السباحة tuesday and wednesday يومي الثلاثة والأربعان جد التكلفة موالتها للبالغين الادولت six thousand iqd ستة الاف دينار عراقي والتشلدر الأطفال three thousand iqd ثلاث الاف دينار عراقي أما المكان الثالث magic castles القلاع السحرية it's magic إنها سحرية climb to the top of your favorite castle يمكنك أن تتسلق إلى قمة قلعتك المفضلة موجود الكثير من القلاع يمكنك أن تختار قلعة وتتسلق فيها see the magic waterfall يمكنك رؤية الشلالات السحرية look at the magic pool and make a wish انظر إلى الحوض السحري وتمنى أمنية see beautiful birds and butterflies يمكنك رؤية الطيور الجميلة والفراشات win a magic seven year ويمكنك ربح هدية ذكارية سحرية شن الموجود بيها موجود cakes and cookies الكيك والمعجنات tea, shai and coffee والقهوة fruit juice شكتي فتحون open summer only فقط في الصيف هذه القلاعة السحرية تفتح from thursday to tuesday من يوم الخميس إلى يوم الثلاثة thursday, friday, saturday, sunday, monday و tuesday إذن 6 أيام في الأسبوع الادولز شكت تكلفتها للبالغين 9000 IQD 9000 دينار عراقي والشيلدرن الأطفال 4500 IQD 4500 دينار عراقي هذا ما يخص دني الأماكن الثلاثة اللي منطيني إياها استماع من المقطع الصوتي حاولنا نقرأ مثل ما قرأ بالمقطع الصوتي وعرفنا المعلومات اللي موجودة من خلال هذه الأماكن الثلاثة أحاول أحفظ ذن المعلومات ولو بشكل بسيط لأن بعد قليل رح تفيدني إن شاء الله بأنشطة قادمة بكتاب النشاط وكذلك حتى بالدرس القادم إن شاء الله منتقل إلى كتاب النشاط read and match اقرأ وطابق منطيني مجموعة من الكلمات فيها اليسار والتكملة مالتن فيها اليمين هذه الكلمات أخذناها بالدروس السابقة المتعلقات بمدينة المرح كل كلمة أو كل عبارة نقسمي لياها لقسميا أوصل كل كلمة بالنهاية المناسبة إلها مثلا roller رولا شنن النهاية المناسبة إلها نعرف إنه roller coaster roller coaster معناها السفينة الدوارة بعد mary شنن النهاية المناسبة إلها أخذناها بدروس سابقة نهايتها mary go round اللي هي دوامة الخيل بعد big شنن النهاية المناسبة إلها نعرفها إنه big wheel دولاب الهوى الكبير بعد super شنن هاي المناسبة إلها أكو super slide وأكو super swing فأخلي super slide الزلاقة الخارقة bumper شنن هاي المناسبة إلها نعرف إنه bumper cars سيارات تصادم baby شنن هاي المناسبة إلها baby rides اللي هي المركبات المتعلقة بالأطفال والwater أكو water slide زلاقة مائية أكو super slide وأكو water slide زلاقة كبيرة وزلاقة مائية هذه العبارات جدا مهمة من الممكن أن تجينا بالامتحان الامتحان التحريري بالسؤال الثاني فرع بي يطلب من عندنا نوصل بدايات العبارات بنهاياتها على مدكونا عبارة متعلقة بألعاب مدينة المرح إذن أحاول أحفظ لأن العبارات لأن العبارات جدا مهمة بالامتحان التحريري أما أتمرين بي match the words and the numbers طابق الكلمات بالأرقام هنا منطيل مجموعة من الكلمات لكنها مو الأعداد اللي نعرفها third و fifth و second هذني وأخذناها بمراحل سابقة وكذلك بدروس سابقة نسميه للأعداد الترتيبية قبل ما أجي أوصل فنجي نعرف شن الأعداد الترتيبية هنا أنا يجب حفظ الأعداد الترتيبية إملاء بالإضافة لأمامة معرفة كيفية اختصارها وهي كالتالي قبل ما نبدأ هي شنية للأعداد الترتيبية نحن نعرف أن one معناها واحد هذا رقم لكن أقوي قابل عدد ترتيبي لما نأرد أقول الأول ما أقول one أقول first إذن عندي one معناها واحد وfirst معناها الأول two معناها اثنان و second معناها الثاني وهكذا هذني الأعداد الترتيبية نستخدمهن مع التاريخ وكذلك نستخدمهن مع إذا كان مثلا شخص فاز بالسباق بالمركز الأول أو المركز الثاني ما أقول one أقول first ما أقول two أقول second he is the second هو المركز الثاني أو he is the first هو المركز الأول إلى آخره إذن ذن الأعداد الترتيبية لها استخداماتها غير الأعداد اللي نعرفها ندروس سابقة واستخداماتها فهنانا لازم أعرف أن هذا الرقم واحد كتابته one هيش أحفظه هاي حافظيه نبدروس سابقة وبعد لازم أعرف العدد الترتيبي اللي قابله شنوه يقابله first معناها الأول وشنوه نختصار الفرست واحد است أخذ رقم واحد وآخر حرفين من العدد الترتيبي صار one است معناها first اللي هي الأول بعد two معناها اثنان هذا رقما وهذه كتابة شنوه العدد الترتيبي اللي قابله العدد الترتيبي اللي قابله هو second الثاني واختصارها يكون بهذه الطريقة ثمية زائد الآخر حرفين two عن d بعد three معناها ثلاثة وتكتب بهذه الطريقة كتابة third معناها الثالث والاختصار مالتها رقم ثلاثة زائد الآخر حرفين اللي هي الر والدي ثمية زائد الثالث والأربعة تكتب بهذه الطريقة fourth معناها الرابع والاختصار مالتها تكون بهذه الطريقة five fifth six sixth seven seventh eight eighth و nine ninth معناها التاسع بعد ما حفظتن أتأكد أني حافظني ملاء ومعاني لازم أعرف شون تجيني بالامتحان من الممكن ان تجيني بحدا هذه الصياغة الثانية مثلا يقول لي one اللي معناها واحد يقابلها العدد الترتيبي first الأول هذه one هذه first زيانة three شي يقابلها لازم أعرف انه three يقابلها third الثالث three ثلاثة third الثالث أو تيجيين بصيغة ثانية مثلا يقول لي second هذا عدد الترتيبي شن الاختصار مالتا اختصار two and d معناها الثاني fourth شن اختصارها كذلك لازم أعرف ان اختصارها four أربعة زايدا آخر حرفين اللي هي th fourth معناها الرابع زيان نجي نكمل تمريم بي قل لك match the words and the numbers طابق الكلمات مع الأرقام احنا حفظنا ذني بعد صارت علينا سهلة اني أوصل الكلمة بالرقم المناسب لها third معناها الثالث هذه وانها third شن الاختصار مالتها يكون بهذه الطريقة third فأجي أدور هذا third أوصلها بالاختصار المناسب لها fifth معناها الخامس هذه fifth شن الاختصار مالتها يكون بهذه الطريقة فأوصلها في fifth بعد second second معناها الثاني شن الاختصار مالتها two and d أوصلها بالاختصار المناسب لها اللي هو two and d وهكذا first الأول هذا الاختصار مالتها first fourth الرابع هذا الاختصار مالتها كذلك sixth السادس هذا الاختصار مالتها ninth eighth التاسع هذا الاختصار مالتها eighth الثامن هذا الاختصار مالتها seventh السابع هذا الاختصار مالتها بالأعلى وتنث العاشر هذا الاختصار مالتها هذا ما يخص هذا النشاط لأن الكلمات أحاول رحفظه الإملاء ومعاني لأن مهمات جداً بهذه المرحلة وبالمراحل القادمة تجيني بالامتحان بصيغة الإملاء بهذه الطريقة لازم ما نحافظ العداد شون تنكتب شون العدد الترتيب الخاص بيها وشون الاختصار مالتها ننتقل إلى تمرين سي listen and tick استمع وضع صح the right ضع صح على المركبات هنا من المناف وسرة وليث ذهبوا إلى مدينة المرح كل واحد من عدهم ركب مجموعة من الألعاب اللي منطينيها بالجدول فلازم أعرف من خلال المقطع الصوتي مناف شون يركبه مثلاً إذا ركبوا الرولوكوستر أوضع هنا نصح وركبوا البيغ ويل أوضع هنا نصح ركبوا الاسلايد أوضع هنا نصح إلى آخره كذلك سرة ركبة الرولوكوستر أوضع صح هنا وهكذا من خلال المقطع الصوتي لازم أعرف شون يركبه مناف وسرة وليث وبالأخير كذلك ريم لازم اعرف كذلك شنو اللي ركبته اذا رح نستمع المقطع الصوتي ونعرف كل من مناف والسرة وليس شن اللي ركبه من دينة المرة وبعدها نعرف شن مطلوب حفظه من هذا النشاط فن سورة فن سورة فن سورة فن سورة فن سورة فن سورة ريم فن سورة 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 ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو او اظافة تحبون تقدموها فن سورة